الخبر الأول اللي عادنا عن فضيحة يا رمار وأمها الأكبر بالسوشيال ميديا يا حبايب فرقزوا بيها عاموا تفتهمون القصة يا رمار يا حبايب أتم متابعين اللي هم يسمون الفانزات اللي يكونوا كل شيء يحبوها بشكل مطبيعي وأكيد يا رمار كانت تأمن بهذه الأشخاص فشانت ترسوية جروب بالإنسة هي وأمها وشوية أعظام من الفانزات أمها ليارا يا حبايب كانت دخلة بهذا الجروب من حسابين هذا الحساب الأول اللي كنا نعرفه يا حبايب مثل ما تعرفون وهذا الحساب الثاني اللي هو حسابها الثاني حساب الفيك لعساس هو حساب فانز يارا الدليل إنه هذا الحساب من أمها يا حبايب إنه ثيناتهم مربوطين على نفس الرقم يعني بمئة نفس الحساب فلسف هذه الفانزات يا حبايب خانوها ليارا وطلعوا من الجروب قرروا نفضحون يارا بمحادثات سرية بيناتهم وهذه المحادثات يا حبايب أم يارا قعدت سب وتشتم على قمر طائي وأمها واحدة المحادثات اللي حطوها اللي كانت تقول بها أمها ليارا إذا تقول إنه بزقها نور وحمد يعني رموها القمر الطائي وكبوها مثل الكلبة يقصدون على قمر الطائي إنه رموها محمد ونورمار وشي الثاني كانت يسألوها إنه هل صح نورمار كان يحب ياري؟ قال لأم ردت عليه إنه كان ميت بياري ولكن هي معبرته وفشرت بعينه والله بيعرفوا نور بالحقيقة ما بيقبل يتطلعوا بخلته من كثر الغرور ضار بحاله وكريك على وجهه يعني إنه هو كوش مغرور وشي الثالثة إنه تتحكي لأم اللي هي تتحكي على أم قمر الطائي لما انت تقول ليش من شان أقدار إنه أنا سوي مثل أم قمر وحط كرام بنتي بالأرض مشان القناة يعني قصتها إنه هي كانت ترضخ النور مارو المحمد على مترجع القناة ماليارا اللي هي بيها مليون أربعمائة ألف مثل ما سوت قمر عم وترجع قناتها بعدها صار تقول إنه آخر أخناقة شلحت الحجاب اللي هي قمر وانفلحت قصصها معها ودريت أمها عبدالله اللي هو ماليفي ستيج وكل أشياء اللي عاملها نور ماروية قمر يقصد إنه أشياء زي 18 مسوي نور ماروية قمر وهو مهددها وكذا كذا كذا يا حبايب بصراحة موضوع كل الصادم وكيد لازم نتضرب قمر الطائي على هذا الموضوع وهذا اللي يخل المتابعين يتهجمون على آخر مقطع نزلتها يارا بالتعليقات اللي بالإنجليزي عامون يجمدون المشاهدات لليارا ويردون تنامعا ما ينتقمون للقمر الطائي فكتب الأحباب بكم التاج شركوا بهذا اللي صار وهدوا يا منو ويا قمر الطائي أم ويا يارا مار وشتركوا باللمسابات والأشياء الزاء 18 عام سويها نور ويا قمر الطائي أتراف الأم وروح حاليا نور ماريا حبايب وهلو رح يلتقيوا يقمر الطائي فنزل شوية ستوريات بالبداية شانت نشكر بها متابعين على الدعم الناري اللي اندعمه هذه الفترة وبنسل وكي الصالح حمس المتابعين على الشياء الناري قاعد يجهزه ولحاسب أغلب متوقع انه هذا الشيء الناري لمثما تعرفون انه حتى قمر قاعد تحمسنا على الشيء ناري انه ما حلتقوني ايا بعض وصوروني ايا بعض مادر الصراحة اتمنوا للكومنتاج انتوقعاتكم هذا الموضوع ولكن اندليل هذا الموضوع انه حاليا رح يسافر لإسطنبول واستنبول هي المحافظة اللي بيها قمر الطائي عاكم رحتكم الستوريات شوفوها والله صلي زمان وطلعان ستوري كيفكن شكرا على دعمكم كتير شكرا على المقطع اليوم انا بدي احكي كتير بس لعن الله بحس اصور بس بعدين ما بحس اصور رح اقالكم وين انا وش في كله بوقته حلو اه شكرا على الفيديو اليوم ما شاء الله هو من ترتيبه الاول عندي بالقناة وشكرا على الصورة ما شاء الله كمان جلدته الوضع وشكرا على الفيديو التيك توك كمان ما شاء الله عدال مليون سبعمائية فاليوم وفي اليوم صار شغلات كتير هيك فاليوم يوم كتير سعيد بالنسبة لي بس يعني انا قلت اليوم من احد اسعد ايام حياتي مولا انه صار هالاشياء اللي حكيت لكم يا بالاستوريات لا لا صار شي تاني اه ومع الوقت رح تعرفوه و باي انا وغرتي باي 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 تسعين المية انه اليوم ارجع على اسطنبول تسعين المية فمشان هيك رح لنزل كونستوريات كتير بالسفر و هيك بتعرفو ضرية وسيارة و هيك فا اوكي يعني خلاص رح ارجع على صورة كونستوريات بس انا لانه كنت ممكان مباحثة يصور فا رح تعرفوا بلا احبكم مع السلامة